السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله الإنسان مخلوق يحب الحلويات ويحب كل شيء مذاقه حلو ليه؟ لأنه بيشعر بيشعر بالإنبساط بيرفع له هرمون الدبومين اللي هو هرمون السعادة والإنبساط فبيرفع لهذا الهرمون عشان هيك إحنا بنحب الحلويات والأشياء المعمولة من السكر لكن الكل أو أرغبية الناس بتعرف مشاكل السكر العديدة اللي لا تعد ولا تحصى واللي بيجيبها لجسمنا مثل مقاومة الإنسولين، السكري، السمنة، الدهون الثلاثية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وما شابه ذلك عشان هيك الناس بتبحث عن بدائل في بعض الناس لا تستطيع مثلا أن تبتعد عن تذوق المذاق الحلو عشان هيك بندور على بدائل والأسواق مليانة بأنواع ومسميات كثيرة من هذه المحليات المصنعة لكن السؤال هل هي أفضل من السكر ولا أسوأ؟ هل هي بتضر جسمنا ولا بتفيدنا؟ خلينا نشوف مع بعض في هاي الحلقة بعض المعلومات عن المحليات الصناعية أول مشكلة مع هاي المحليات إنها صناعية بحت يعني صناعية بحت شو يعني هذا الكلام؟ شو معناها يعني؟ يعني هي عبارة عن كيمويات مش أكثر من كيمويات مواد كيموية بيحطوا هاي على هاي وبركبوا هاي على هاي وبيحاولوا قدر المستطاع إنهم يعطوك مادة حلوة اللي هي تقريبا تزيد مئات المرات أو مئة مرة حلاوة عن السكر سكر المائدة فهي عبارة عن كيمويات مش أكثر من هاي معناها إنها ما كانت موجودة على وجه الأرض دبل الثورة الصناعية ما كانت موجودة ما كان هاش موجود يعني هذه صناعة بشرية ربنا سبحانه وتعالى خلق موادها الأولية طبعا أنا مش ضد الصناعة والتطور وكذا لا 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 مش ضد هذا الأمور طبعا فيه عندنا الطيرات عندنا العمارات عندنا الكمبيوترات عندنا كل شيء الهواتف النقالة كل شيء موجود هذا إحنا نشكر اللي اخترح هاي الأمور عشان راحتنا لكن ما بيصير كل شيء مصنع نحطه في أجسامنا أي شيء مصنع مش المفروض يدخل في أجسامنا يعني ما بيصير نصبح مثل بعض الشعوب التي تأكل كل شيء يطير باستثناء الطيرات وتأكل كل شيء إلو أربع أرجل باستثناء الطاولات ما بيصير نكون مثلهم أي شيء يتناولوا غيرنا أو يقولوننا المصنعين وأصحاب البلايين من الدولارات لما يقولوننا هذه تصلح إلك الروح نتناولها ما بينفع ومش لازم نكون هيك بمعنى أنه الإنسان مش لازم يدخل في جسمه أي شيء مصنع وبما في ذلك الأدوية وانتوا عارفين أنا دستي مع الأدوية حافظ على صحتها من غير ما تتناول أي أدوية كيموية لأنه هاي المواد الكيموية كلها إلها عواقب وخيمة على صحة الإنسان مشكلتها الثانية إنها هذه مش عبارة عن غذاء ما فيها شيء ما فيها شيء يحتاج جسمك بالمرة لا بالعكس فيها أمور بتضر جسمك مثل إيش عدا عن إنها كلها مواد كيموية بحتة هي فيها كربوهايدرات حتى لو كانت بنسب قليلة حسب ما بيقوله فانتبه للي مكتوب ورح ترفع لك الإنسولين شئنا أم أبينه والجسم ما بيفرق أنواع السكر بيعرف إنه إيجاه سكر ما بيميز هذا لكتوز إيجاني من الحليب أو سكر عادي إيجاني من الكولا ومشابه ذلك ومشروبات الطاقة أو فريكتوز من العصائر والفواكه أو من المحليات الصناعية الدماغ ما بيميز هذا إيجاني من هون وهذا إيجاني من هون ورح يعطي أوامر فورا للبنكرياس يعطيني إنسولين وهذا بسبب مشاكل تبدأ بمقاومة الإنسولين مرورا بالسكري اللي رح يجيبنا باقي المصائب والبلاوي الأخرى الدهون الثلاثية قول اللي بدك إياه الكبد ومشاكله الكلا ومشاكلها النظر ومشاكله القلب ومشاكله الأعصاب ومشاكله هذا كل سبب السكر قلت كذا مرة السكر عبارة عن سمقاته وحتى المحليات الصناعية بتكون بلاها أكثر لازم نفكر إنه هاي مواد كيماوية ما لازم تدخل لجسمنا بعض هاي المحليات الصناعية بتسبب الانتفاخ عند بعض الناس ولما تسبب الانتفاخ وصير عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي بيصير مشكلة وتبدأ مشكلة الإمساك وتبدأ مشكلة كذا يعني بيخربطيننا الجهاز الهضمي فنفيش داعي إلها ولازم نعود نفسنا إنه نخفف الحلاء في المواد اللي بتناولها يعني مثلا القهوة اللي بيشرب قهوة وبيكثر عليها سكر أو بيحط عليها سكر وبيده محليات يحاول يخفف شوي شوي بعد هيك يصبح سدوني لا يطيق القهوة بسكر بيصير يعني لما يشربها مع سكر في إيش غلط فشوي شوي إن شاء الله بنقلل لأن أخواني وأخواتي هذا السكر عبارة عن مصيبة والمحليات الصناعية برضو أسوأ فرجائي من الجميع وكل من يستمع إلى صوتي ويراني إنه تفكر قبل ما تأخذ أي شيء من المحليات الصناعية بغض النظر عن المسمى وبغض النظر عن الشكل طالما إنها مصنعة اعرف إنها كيمويات مش أكثر وفي قاعدة الكل لازم يتبعها إنه عدم وجود البديل لا يعني أني أتناول الضار يعني واحد بيقول لي بديل السكر مثلا محليات صناعية أو حتى المحليات الطبيعية إذا كانت بضرني وعارف إنها بضرني ما في داعي إلها هذا القانون اللي لازم نمشي عليه طالما إنه ما فيش بديل لشيء معين مش لازم أخذ إيش الضار وأنا عارف إنه بضرني وبالنسبة للمحليات الطبيعية اللي بيسموها محليات طبيعية اللي هي طبعا سيئة اللي هو شراب القيقاب اللي هو مثلا شراب الذراء اللي هو يعني هاي كل الأمور سكر جوز الهند سكر كذا سكر كذا هذه كمان سيئة وإن شاء الله بتشوفوها في الحلقة القادمة أود أن أشكر جميع أبطال عائلتنا اللي انضبوا للقناة عائلة متحديث سكري مع الدكتور علي أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم بإذن الله واللي بيشاهدني لأول مرة بيتعرف عليه أكثر ففيديو التعريف موجود في صندوق الوصف وفي نهاية هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون فيديو التقديم للقناة حتى نعرف هدف القناة وشو رح تستفيد منها في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة الألفين وسبعة بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى فيي الأمر إنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشرة وسبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يؤكل كل شيء بتناول وبأكله درسته دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكر وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح رح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور رح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مست جسمك يتحكم فيك رح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله رح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما رح تندم رح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو رح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب الأهم شو رح يفوتنا إذا ما بنشاهد أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة